احتفالاً ببدء الصوم الكبير وموسم التحضير لقيامة السيد المسيح وعيد الفصح المجيد ترأس غبطة البطريار فيرفاتيسة بات سبالة بطريار القدس للاتين قداسة أربعاء الرماد بمشاركة عدداً من المطارنة والأباء الكهنة حيث تم خلال الاحتفال وضع رماد أشجار النخيل على رؤوس المؤمنين ورسم إشارة الصليب على جبينهم وفي عدة القداس قال غبطته اذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب تعود كما يجب أن نضع كل شيء جانباً ما عدى الله وخلال الزمن الأربعين المقدس تمتلئ مدينة القدس بالصلوات والليترجيات التي تحافظ على الطابع المسيحي للمدينة المقدسة ولكن لا حاجة لإظهار شيء أمام أحد إذ يجب أن نصلي ونصوم في الخفاء واختتم البطريار كوبتسبا لعظته طالباً من الروح القدس الذي قاد يسوع في الصحراء أن يرشدنا ويقوي عزيمتنا خلال موسم الصوم هذا ليؤتي ثماره يانع فينا